بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أشار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أن السيرة النبوية العطرة لنبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مالئة بالمواقف التي تعلمنا أو تعلمنا قيما إنسانية نبيلة تستقيم معها الحياة من أجل صالح البشرية الجمعة ومن أجل بناء مجتمع قوامه قيم مستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وبهذه المناسبة العطرة هنأ معاليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سائلا المولى عز وجل يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته باليمن والخير والبركات ويحفظ جلالته بموفور الصحة والعافية وطول العمر ودوام العزة كما هنأ معاليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بالخير واليمن والسعادة ويديم على سموه موفور الصحة والعافية ويوفقه لتحقيق مزيد من الرفعة والتقدم لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة